أزمات العالم المتعددة من حروب ومجاعات وتغير مناخي تركت ملايين الأشخاص بلا مأوى تاركين منازلهم وعوطانهم نازحين ومهاجرين يفترشون العراء ويبحثون عن أماكن آمنة للعيش فيها ولمناسبة هذه المعاناة خصصت المنظمات الدولية يوما تحييه كل عام في العشرين من شهر حزيران تحت مسمى اليوم العالمي للاجئين ومن أزمات الشرق الأوسط إلى أفريقيا وأوكرانيا تشكلت أكبر عملية نزوح قصري منذ الحرب العالمية الثانية حيث ترتفع أرقام اللاجئين لتتجاوز 100 مليون لاجئ حول العالم وبحسب الأمم المتحدة هناك حوالي 184 مليون شخص يعيشون خارج بلدهم الأصلي تشير الأرقام الدولية لمفوضية شؤون اللاجئين إلى أن واحدا من كل 95 شخصا يعتبرون في إعداد النازحين قصرا سواء بصرعات العسكرية أو جراء التغييرات البناخية مثل الجفاف والتصحر الذي أجبر عشرات الملايين من السكان على مغادرة منازلهم مع عدم وجود إمكانية لعودتهم في ظل فشل خطط الإنقاذ والتدهور الاقتصادي والفساد الحكومي في كثير من الدول ولا يمكن وصف حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون فعليا فالنجاح بالخروج من مناطق الحروب لا يكفل لهم العيش بهناء في ظل عقبات الانتقال بين دول عدة وإشكالية وجود النساء والأطفال وطريق العبور بين الحدود وركوب البحر هذا إن لم تستهدفهم عصابات للتجار بالبشر منظمة الصحة العالمية أكدت أن الشرق الأوسط لا يزال يضم 59% من جميع اللاجئين في العالم ولا سيما من سوريا والعراق واليمن الذين أكملوا حكاية نكبة الفلسطينيين بمعاناة ضعفتها ميليشيات القتل الطائفية وسطا تخاذل دولي مستمر منذ عدة سنوات